والله إن شاء الله بنشوف إن شاء الله في الفندق مع الأخوان الزملاء الكادر الدبلومانسي إن شاء الله ومتحمسين إن شاء الله ونتأمل التوفيق للفريقين وفي البداية حبيت أقول لك بس إن شاء الله ما فيها خاسر اليوم وما في فوز وخسارة بين الأخوان إن شاء الله كلنا نفايزين والحمد لله هذه البطولة يعني تعتبر من أنجح البطولات بشهادة القائمين عليها والمشاركين فيها ونتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع إن شاء الله ونفس ما قلت ما فيها خاسر إن شاء الله بالعكس الرياضة هي تقرب الشعوب وتكبرها وفي النهاية أكيد أننا نتمنى الفوز للجميع ونتمنى الفوز لمنتخبنا إن شاء الله والله شوف الحمد لله هنا عندنا منتخب قوي توقعات جدا صعبة ولكن الأمنيات أكيد أن يتمنى الفوز للأدعم وتمنى التوفيق للجميع صراحة ولكن التوقعات صعبة صراحة لأنها البطولة لو تلاحظ من بدايتها لأنها أي صعب فيها التوقع جميع النتائج اللي طلعت كانت خارج عن التوقعات وتأهل النشام ووصولهم إلى الدور النهائي صراحة فريق قوي ونسأل الله لهم التوفيق فمن الصعب من الصعب التوقع ولكن نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله وإذا كانت علمنيات أكيد نتمنى فوز العناب إن شاء الله والمحافظة على اللقب والله أخونا أكرم من أبرز الرياضين القطريين ومستوى مبدع وعلى مفارقة وليهون والأخوان كلهم يعني صراحة المنتخب كلهم مقصروا وكلهم مكملين لبعض ونتمنى نتمنى إن شاء الله التسجيل إن شاء الله ونتمنى بعد حتى يأخذ لقب الهداف بإذن الله كل التوفيق للجميع والله صراحة المنتخب القطري كلهم إن شاء الله بأفعالهم ومبادائهم إن شاء الله كلهم قدوة وما نقدر ننقص يعني ما نقدر نذكر اسم والجميع إن شاء الله كلهم أبطال كل واحد قاعد يقوم بدوره ونتمنى لهم التوفيق وكلهم يعني مثلون المنتخب فكلنا ندعمهم وكلنا وراهم إن شاء الله وكل واحد يؤدي مهامه وواجبه وكلهم الفريق كله مكمل والله كنا نتمنى نشوفه ولكن تدري بعض الحال ما مشكلة نتمنى يعني نقدر نسوي ولكن الحمد لله نقدر نتابع على لهذا ويعني ارتباطات العمل ووجودنا هنا إن شاء الله في الأقليم فإن شاء الله قلوبنا احنا في الدوحة طبعا وموجودين هنا وإن شاء الله ما فيها فرقية إن شاء الله ولكن كنا نتمنى نحضر هذا النهاي وإن شاء الله الجايات إن شاء الله بإذن الله أكثر إن شاء الله أولا الحمد لله يعني صحي الأخونا طلال البلوشي هم مدرب في ريغزاخو وبالعكس ممكن هذا السؤال توجه له يعني هم اللي تعاقدوا معاه وحنا نتمنى لكل التوفيق والأفرقة ما شاء الله الأفرقة الرياضية هنا إن شاء الله ما شاء الله عليها من أقوى الأفرقة هنا وبالعكس أنا يعني أفتخر بهذا التعاون هناك في تعاون رياضي بين قطر وبين أربيل إن شاء الله ونشوف إن شاء الله مزيد من اللاعبين سواء في قطر أو المدربين القطريين هنا التبادل والخبرات إن شاء الله وما شاء الله تسخمون بعدد من اللاعبين الكبار إن شاء الله نتمنى نشوفهم يوم الليام إن شاء الله في الأندية القطرية إن شاء الله وبالعكس التعاون نحن متفائلين فيه ومتعملين فيه خير وهذا تبادل الخبرات وتبادل الكفاءات إن شاء الله ونتمنى حق أخونا طلال إن شاء الله التوفيق ولجميع الأندية في الأقليم إن شاء الله عفوا بس نفس ما قلت أنت أقاويل ولكن أنا من نفسي صراحة أول مرة أسمعها ولكن ما أقدر فيها ولا أكدها بس أول مرة أسمع هذه المعلومة وبالعكس أنا أتمنى أن يكون فيه تعاون في جميع المجالات إن شاء الله والتعاون الرياضي ونفس ما قلت إحنا أي تعاون إيجابي ندعمه إن شاء الله ولكن صراحة ما عندي علم بهذه المعلومة والله إن شاء الله نتمنى أنهم الفوز ولكن ليس يعني ما عندي أي خبر صراحة بهذا الشيء ولكن على ثقة أنه بيكون فيه تكريم يعني يناسب هذه البطولة ويناسب أداء اللعبة بس ولكن عن مستوى التكريم والله يعني في ذلك الكذب ما عندي خبر ولكن على ثقة على ثقة إن شاء الله أن فيك تكريم يناسب هذه البطولة ويناسب هذا الإنجاز ونسأل الله التوفيق إن شاء الله وكيد أننا راح تشوفون شنو التكريم إن شاء الله يا مرحبا بك سيد سومان وأرجع وأكرر شكري لشبكة رودور الأخبارية وشكرا جزيلا وحياكم الله كل التوفيق إن شاء الله بيأمر الله